ثم تعالوا بنا ننتقل إلى حضارة البابلية حيث تكونت في بابل عدد من المدن التي انتدت على طول الوادي ما بين النهرين في العراق وقد تعرضت هذه المدن إلى اعتداءات كثيرة دفعتها إلى الاتحاد لتأمين حدودها من الدول الطامعة من ناحية لتحقيق درجة عالية من الأمن الداخلي من ناحية أخرى وقد أدى هذا الاتحاد إلى تطور القوانين لتشمل المعاملات التجارية المتعلقة بالبيع والشراء والعقود والشراكة والاتفاقيات والغروض وغيرها ففي الحضارة البابلية عرفت كثير من الكتابات لتدل على الرقي الإداري وأكثر ما عرفت به الحضارة البابلية قانون حمرابي الذي يعتبر أول قانون متكامل عرفته البشرية فقد تضمن القانون معرفة في الرقابة على المعاملات التجارية كالقروض مثلا حيث يطلب من الدائن أن يسلم القرض المدين أمام شهود عيان وأن يأخذ عليه وصلا بذلك فإذا ما رد المدين القرض فعليه أن يعيده أمام شهود عيان أيضا ويطلب بالوصل الذي أخذه الدائن ولذلك تعرض القانون إلى مبادئ المسؤولية في العمل واعتبرها غير قابلة للتفويض وأن كل إنسان مسؤول على إنجاز ما عهد إليه من عمل مع تقرير الجزاء المناسب لكل نوع من الأعمال فالطبيب الذي يتسبب بموت المريض نتيجة إهماله في إجراء عملية جراحية تقطع يده مثلا والمربية التي تعحد إلى مربية أخرى لرعاية طفل كان أصلا في مسؤوليتها دون موافقة توالديه تبترثديها هكذا كان قانون حمورابي بقوانين توضح وترتب الناس على بساطتهم وبدايتهم وكذلك وضع القانون نظاما للأجور بحيث تناسب مع طبيلحة العمل جنس العامل وقد نص القانون على إعطاء عامل الحقول أجر قدره ثمانية مكايل من القمح سنويا وبالتالي ظهر قانون آخر بعد فترة ففي عام حوالي ألف عام من الإضمحلال السياسي في عقاب حمورابي توجى نبخذ نصر ملكا لبابل وازدهرت البلاد أثناء حكمه في الحضارة البابلية إلا أن القانون في عهد نبخذ نصر لم يكن سوى امتداد لقانون حمورابي فقد قننت الإجراءات في مجال الرقابة ففي مجال الغزل والنسيج مثلا فقد كان الغزل يعطي ألوانا مختلفة لكل كمية أسبوعيا بحيث يسر التعرف عليها ومعرفة المدة التي تستقريخها خامة معينة حتى يتم تصنيعها وقد استخدمت نفس الوسيلة في مصانع الغلال فيوضع محصول كل سنة في جرار ملونة بلون يختلف عن جرار محصول للسنوات الأخرى أما من ناحية الأجر فقد نص القانون على إعطاء العاملات أجرهن بشكل طعام بحيث تتوقف كمية الطعام الذي يصرف لكل امرأة على قدراتهن الإنتاجية في العمل